السلام عليكم ورحمة الله معاكم الاء طارق النهاردة فيديو جديد وفيديو مهم جدا جدا هيفرق معاكم جدا الفيديو اللي وعدتكم به المرة اللي فاتت وهو منتجات تجميل اقل من 20 جنيه واقل من 50 جنيه حقيقي حقيقي بديلة لكل المنتجات الغالية اللي ممكن تكون موجودة في السوق او منتشرة وتحس انك منطرة انك تجيبي منتج غالي او منتج يعني براند عالي لأ النهاردة هقولك على حاجات فعلا تعوضك وتكون بديل قوي جدا للمنتجات الغالية روتين مهم جدا من اول ما تغذي تدوش من اول شعرك لحياة درجليكي ده روتين بريحة كويسة ويترتيب معقول جدا ويغنيكي عن كل البراندات الغالية اللي دايما فاكرين ان احنا مضطرين ان احنا نشتريها لا ابدا اسعار الحاجات دي كلها هتكون ارخص من اقل لأقل منتج في براند كبير من غير ذكر اسماء لكن انتو عارفين كويس البراندات المشهورة والبراندات الغالية واللي بيقال انه مفيش زيها ومفيش ريحة سبتة غير عندهم ومفيش ترطيب كويس اللي عندهم لأنا النهاردة هقولك منتجات حقيقي تغنيكي عن البراندات العالية دي اول حاجة انت بعد ما هتاخذي لدوش طبعا هتنشيفي شارك بسشوار طيب هتقولي لسشوار ده ايه بالمناسبة الفيديو ده كمان ينفع لأي عروسة لسه بتجهز فدي حاجات تقدر تشتريها بديل عن البراندات برضو الغالية وبتقضي الغرض لو انت هتستخدمي لسشوار لمجرد تكفيف الشعر من الميا مش لكي الشعر ففيه انواع بسيطة جدا جدا تعمل 100 جنيه 120 يعني فيه ارخص من كده كمان بتكون تقليد لبراند عالي او او براند اصلا بسيط زي مثلا سكاني او كده البراند ده كويس جدا رغم النرخيص بس كويس جدا في المنتجات اللي بيعملها وبتقضي الغرض المطلوب منها بالزبط فده نوع سشوار بسيط جدا جدا في دراجتين للحرارة ودراجتين قوة دخ البخار نفسه لطيف جدا بتعمشي كده على الشعر بعد الدوش ويفضل الجزئية دي بحيس يكون كمية البخار اعلى وخلاص على كده تمام طيب بالنسبة لترطيب الشعر بديل الزيت ده ازرف والصف حاجة انا لقيتها واستخدمتها احسن من كمان الكريمات العادية طبعا انا مش هتكلم عن مرحلة الدوش نفسه اذا كان فيه شامبو او بلسم لكن او حتى ماسك للشعر لكن انا بتكلم بعد ما يطلع من الدوش بديل الزيت حلو جدا 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 لترطيب الشعر وسعره بسيط قوي يعني دي كلها تقريبا كان سعرها 30 جنيه او 35 وبطاعة فترة كبيرة جدا فيه برضو اللي حلوة قوي بتاع لوريا الالفيز الدهبي بديل الزيت برضو مشي الكريم تمام اه هو 180 ميلي سعره بسيط قوي وبيرطب الشعر حلو جدا 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 تقدر تحطيه بعد تكفيف الشعر وتسترحي شعرك بيخلي الشعر ناعم جدا وبيحافظ على ترطيب الشعر كمان لتاني يوم تمام فا اهو 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 لو حبين انكم تجيبوا اوكي طبعا اول حاجة بعد ما تطلع من الدوش هي الديدروند او مزير احطة العرق اه ما نصحش قوي بالحاجات اللي بتكون فيها كاميكلز لانها مع الوقت بتعمل اسمرار بتعمل مشاكل تحت الجلد فانا مش بفضلها الا لو في الصيف وفي الحر الشديد ونزلة هتتحرك كتير برا فللأسف ساعتها مضطرة انك تستخدمي حاجة كاميكل علشان تفضل سبتة لكن برضو لو حتستخدمي الكاميكلز فتأكد ان يكون مكتوب عليها ديودروند زي اللي حطولكم على الشاشة دلوقتي مش مكتوب عليها انه مزيل العرق نفسه لا هو مزيل لرقحة العرق فقط اوكي طيب طبعا الحاجات دي لو هتجيبي نوع كويس فاقل حاجة فيها تلاتين واربعين وخمسين وستين فيما فوق يعني كل ما هتستنضافي اكتر في النوع كل ما ساعة هيعلم طيب البديل ايه بقى طبعا انا بتكلم باستثناء ايام الحر الشديد اللي بيكون فيها حركة كتير برا البيت لكن في الشتاء او في الصيف العادي لو مش هتتحرك كتير او طبعا في البيت فالحاجات الطبيعية هي افضل بديل مالهاش صايد افكس وحشة رائعة جدا رحتها سابتة لتاني يوم بجد رائعة في نوعين وفي انواع كتير عمتا بس دول افضل نوعين انا جربتهم وفي نوع تالت كمان من شركة الحسن بيكون اسمه كريم مسك التهارة ده من لاروج وده من العود الملكي بيكونوا بروايح مختلفة وفي الحسن برضو حلوة جدا بريحة المسك ده لاروج بريحة المسك والعود الملكي بيعمل تقريبا ثلاث روايح في ريحة بريحة العود وفي بريحة المسك وفي بريحة العطور العادية تمام هو بيبقى عبارة عن علبة صغيرة كده لكن حقيقي حقيقي بجد بتقعد فترة كبيرة جدا يعني ممكن تقعد من ست شهور لسنة حقيقي لانك بتاخذي حاجة بسيطة جدا جدا منها يعني قد كده مثلا اوكي وبتدهنيها بتبدل رحته سابتة جدا وفيحة بريحة العطور العادية بريحة العطور العادية تمام؟ مش بيعمل اي مشاكل حقيقي بجد يعني ولا مشاكل تحت الجلد ولا اي حاجة وبرده جربي مرة اوكي ما عملكيش مشاكل كملي لو في بشرة حساسة قوي لكن انا شايفا هو حقيقي ان هو كله منتجات طبيعية يعني انت لو قريتي عليه المكونات هي كلها ايه مواد زيوت عطرية وزبدة شيا ويعني وفيتامين ايه فحقيقي هو فعلا رائع جدا ده بريحة العود لو انت بتحبي ريحة البخور والعود والحاجات دي فهتجيبي معي مسك الطهارة اللي بريحة العود اللي هو المسك الاسود لو بتفضلي اكتر ريحة المسك وهي بتكون اهدى فهتجيبي اللي بريحة المسك من لاروش او من العود الملكي او ممكن تجيبي من شركة الحسنة حاط لكم سورته برضو وتجيبي معي مسك الطهارة اللي بريحة المسك اللي هو المسك الابيض يبقى بصي يبقى دول هنحطهم في أماكن التعرق اللي هي كريمات العرق مسك التهارة ده بقى بيكون إزازة من جوة صغيرة ده بيكون جل وده بيكون سائل بتحطيه في أماكن النبض بتفضل الريحة حلوة جدا وفواحة حقيقي بجد كل متحركة بتكون الريحة سبتة جدا 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 وبتكون فوحة لأكتر كمان من يومين تمام فدول دول لا غنى عنهم حقيقي يعني حتى لو هتستخدمي ديودرونت تاني دول لا غنى عنهم بديل لأي بيرشيوم بديل لأي بادي سبلاش فعلا رائعين جدا ومش اللي هو بتحطيهم وخلاص بعد كم ساعة بيروح لا أنا بقولك بيفضل أكتر من يومين الريحة سبتة لدرجة حتى لو أخدت يدوش برضو الريحة بتكون موجودة ده بيكون كده أهو بالمسك بيكون شوية أسمك أهو تمام تبقى حاجة بسيطة قوي 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 كده في أماكن النبض برضو بيعد من 6 شهور للسنة فطبعا الحاجات دي بقى سعرها كام مسك التهارة ده بيكون سعره من 15 لحد 30 كذلك ده برضو ده اللي هو بيكون الاسود اللي بريحة العود اهو هو إزازة صغيرة بس تعد فترة كبيرة جدا 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 تمام ده سعره كام بقى زي ما قلت لكم بيبقى من 15 ل 30 أو 35 وبيعد من 6 شهور للسنة متخيلين ومكتوب عليه هو عطر مركز خالي من الكحول فطبعا مفيش حاجة أضمن من كده ليتستخدميها على أي مكان في أماكن النبض دول برضو بيكون أسعارهم حسب النوع بيكون من 25 لحد 35 برضو أو 50 على حسب النوع ده بيبقى أغلى حاجة فيهم لروج بيبقى تقريبا ب40 أو ب45 ده برضو بيبقى بحاجة و30 في كريم الحسن برضو بيبقى بحاجة و30 فلو حتستخدمي اللي بريحة المسك يبقى تجيبي معي مسك الطهارة اللي بريحة المسك اللي هو المسك الأبيض لو حتستخدمي اللي بريحة العود يبقى تستخدمي معي المسك الأسود لأنه بريحة العود لو ليكي في ريحة البخار أوكي طيب يبقى نشفنا شعرنا ورتبناه وصرحنا وعطرنا الجسم وخلاص دمنا النظام فندخل بقى على مرحلة الترتيب أول حاجة هي اللوشن لو حابة تستخدمي بادي لوشن في أنواع كتير جدا أسعارها بسيطة قوي بتكون من 45 ل50 هحط لكم صورة الأنواع قدامكم دلوقتي على الشاشة أو من أي محل بيبيع أدوات الكوافير هتلاقي عنده أنواع بادي لوشن تكون أسعارها كويسة جدا وبردو معظمهم بيعملوا من مواد طبيعية وبيكون فيها فيتامين إي بتكون برويح كمان مختلفة لو أنت حابة يكون اللوشن معطر هي معظم البادي لوشن سيبتبقى معطرة أو لو عايزة ترتيب قوي ففيه نيفيا الأزرق دي بيبقى فيه دي حاج معبوة وسط فيه أكبر وفيه أصغر بتقعد برضو فترة كبيرة لأنه هو كريم سميك جدا فبترطبي بيه الأماكن اللي بتجف بسرعة إذا كانت الركب أو أدم رجلين أو هكذا أوكي فيه نيفيا وفيه كمان جلايسوليد الكريم مش اللوشن لأنه برضو بيكون سميك زي ده فأنواع الترتيب كتير جدا النوحة تتكلمي على ترتيب الواجه ففيه برضو نيفيا ولكن البنبي ده اللي هو ناتشرال فيرنس فيه اللي هو نيفيا سوفت الأزرق لكن بيكون الكتابة أزرق يعني مش بمبي بس أحيانا لو البشرة مختلطة أو دهونية بيعمل حبوب لكن ده لطيف قوي على البشرة المختلطة وكمان فيه عامل حماية من الشمس بس بسيط قوي يعني ما تصحكش تعتمد عليه وفيه فيتامين سيم بسيط جدا وترتيبه حلوة قوي ده أصغر عبوة لو أنت حاب تجيبي عبوة سغيرة تجربيها الأول أو تكون معيك فيه الشنطة ده خمسين ميلي أوكي وفيه عبوات أكبر طبعا لو أنت جربتي قبل كده وعجبك فهم ده برضو سعره بسيط قوي ده سعره حوالي عشرين جنيه أو اتنين وعشرين فسعره رخيص جدا جدا طيب أوكي بالنسبة بقى لترطيب الشفيف زبدة الكاكاو أبسط حاجة وأرخص حاجة هاتي أي نوع هاتي لونة هاتي أماندا أماندا دي الواحدة بعشرة جنيه فإنتي ممكن تجيبي أكتر من ريحة هاي بيبقى فيها شيا بطر وفيتامين إي دي بريحة لولي بوب أماندا ودي كرامل أوكي برضو لطاف جدا واحدة بعشرة جنيه يعني مش مبلغ أصلا لو جيبتي كل شهر واحدة عشرة جنيه دي مش حاجة عايزة تجيبي خمسة مرة واحدة ويفضلوا عندك مفيش أي مشكلة أوكي أوكي بالنسبة للرموش والحواجب لو الحواجب خفيفة أو الرموش عمتا عشان تفضل كثيفة وتكون متسرحة كمان كويس فزيت الخروع من الزيوت الرائعة جدا 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 بأي فرشة مسكرة قديمة عندك تخسليها كويس جدا جدا وتتأكدي تماما إن هي خلاص ما بيهاش بواقي مسكرة وتستخدميها مع زيت الخروع حلوة جدا مرة واحدة في اليوم أو كمان ممكن تكون كل أسبوع بيفرق جدا بيعمل كثافة للرموش وللحواجب كمان ورخيص طبعا قوي يعني الإزازة دي كلها ممكن تكون أقل من عشرة جنيه تماما أكيد طبعا تقعد فترة كبيرة لأن إنتي في استخداميه زي استخدام المسكرة بالزبط هو زيت كتيف فيعض يعني بالسنين معيك يعني هاتي عبوة صغيرة جدا جدا أوكي طيب نيجي بقى لممطقة القدم القدم ممكن تستخدمي معاها الكريم ده برضو لأنه كريم كثيف لكن لو في ردي مشكلة أو في جفاف زايد فيكون بعد الباديكير أو مع الدوش من غير باديكير أو حاجة تستخدمي الحجرة دي الحجرة دي من أرف لام ممكن تستخدمي أي حجرة عادي بس هي دي مزيتها من هي فعلا بتقشر مجرد إن الرجل تترطب شوية والجلد يطرق فهتنشفه رجلين كويس وتستخدمي الحجرة بتقشر كويس قوي أي حجرة ممكن من أي بتوع أدوات تجميل أو الحجرة دي من أرف لام سعرها مش غالي تقريبا 30 أو 40 وبتقشر كويس قوي طبعا بعد التأشير على طول لازم نستخدم مرتب ده كويس قوي لو في جفاف في القدم أو هكذا وكمان بيعالج مشكلة الجفاف ده برضو من أرف لام سعره تقريبا 50-60 لما بيكون فيه عروض كويسة لو ده مش موجود برضو زي ما قلت لك ممكن تستخدمي مرتب زي نيفيا يكون مرتب كثيف أو فازلين طبعا أو كمان زيت جونسون زيت جونسون ترتيبه حلوة قوي قوي كمان ممكن تستخدمين الجسم بدل البادي لوشن ترتيبه حلوة جدا ورحته حلوة وليه أكتر من ريحة ممكن تستخدميه وتستبدليه عن أي مرتب غالي الحاجات اللي أنا بقولها لكم دي حقيقي تأثيرها قوي جدا وفعال جدا وأنا مش شايفة أنه محتاجين أن نجيب منتج واحد ممكن نجيب بادي لوشن واحد أو بادي مست واحد أو ديودرونت واحد بسعر تقريبا كل الحاجات دي آه حابة أوكي تجيبي الحاجة دي كنوع من أنواع الترفيه أنا نفس ما فيش أي مشكلة حاجات اللي بيبقى فيها جليتر بادي لوشن مثلا بيكون فيها جليتر أو كده رغم من موضوع الجليتر يعني ممكن تستبدليه بإني تجيبيك ديوتر خارجي والضفيع على بادي لوشن بتاعك لو حابة لون في القدم ممكن تضيفي لون أحمر لون طعام أو لون دم الغزال على الكريم فيعني كل حاجة وليها صرفة وليها بداية رخيصة فمدور ونبحث أكتر طبعا فيه أنواع غير دي بس دي الأنواع اللي أنا جربتها ووسقت فيها جدا وحبتها وبستمر عليها ولما بتخلص بعيدها تاني لأن تأثيرها فعال قوي آخر حاجة هو لها لكم لو فيه أماكن رضبة بزيادة وحب أني أنت نزلة أو كده ومش حب يكون فيه رطوبة أو احتكاكات أو تعرق فممكن تحطي بودرة الأطفال جونسون بقى فيه أنواع كتير هحطت لكم صورهم برضو دي بودرة رخيصة جدا بخمسة جنيه برضو كميتها كبيرة قوي قوي ومش بتاخد وقت ونضيفة ورحتها كمان حلوة فدي تقريبا خمس خمسة أه أهي حلوة قوي قوي يعني مش محتاجة نتجيبي جونسون أو كده اللي هي بتكون أغلى شوية آخر حاجة هقول لكم عليها لو حب غسول ففيه أنواع غسولات كتير أو يرخيصة فيه كمان غير دول بس دول أحلى أنواع أنا جربتها غرني اللي هو بتاع التفتيح اللي بيكون بخلاصة الليمون ده تفتيحه فعلا بينضف بعمق تفتيح فوري فعلا آآ بس هو بيجف في البشرة شوية فلازم تستخدمي بعده على طول والبشرة ما تكون شناش فقوي تكون يعني لسه فيها رطوبة تستخدمي بعده على طول مرتب الوجه لأنه بيجف في البشرة شوية وفيه برضو بتاع إيفا بيوايت ده شوية آآ صابون يعني آه ده شوية فومي أوكاي اللي اتنين حلوين جدا واللي اتنين أسعارهم يعني حوالي تلاتين جنيه بيعودوا فترة كبيرة جدا برضو هيعودوا معيكي أكتر من سنة يعني ده الحجم الميت ميلي وفيه أحجام أصغر كمان لو عايزة تجربيها الأول بحيث تجربي أكتر منه الخلاصة يا بنات أنه البديل كتيرة جدا ورخيصة جدا وحقيقي حتقدر أن ينسي توفري كل حاجة من غير ما تدفعي مبالغ كبيرة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتستنوا الفيديو اللي جاي لو حابين أنه يكون عن أهم الأجهزة للعروسة أو لأي بانوتة حابة تجيب أجهزة عناية رخيصة من غير ما تحتاج أن هي تروح لكوافير من كل شيء كل أنواع أجهزة العناية اللي بتستخدم في الكوافيرات لها بداية رخيصة وحلوة جدا جدا لو حابين الفيديو ده اكتبوا لي في القومنز تحت وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا الفيديوهات اللي جاية شكرا أنكم اتفرقتوا وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر